نحن في مدينة اللطامني هون وضعنا صعب كتير كتير وضعنا المعيشة اللطامني ما شملتها إيهدني لا دولية ولا محلية والوضع صعب كتير يعني من ناحية القصف القصف كل يوم يومي يعني تعودت العالم على القصف جيت سكنة العالم باللطامني من يعني من وضعها المعيشة الصعب يعني ما في يعني الطبقات الطبقات المعيشية صعبة كتير يعني ما ما حسنوا إنه يستأجروا بيوت بمدينة إدليب يجوا سكنوا وما حسنوا يعيشوا بالمخيمات مشان تكاليف المخيمات طلع على عيشتنا وطلع على المغر القاعدين فيها وكل اللي القصف الصواريخ ما هدي علينا ولا أتر لا هدني شملتنا لا شي شملنا أكل ما فيه شرب ما فيه البنات تحتين هدت الدور نهدت عايشين بهالمغر هاي بدنا طبخناكو بدنا نحتاج الروح أخان شيخول لنجيب الطبخة شي ما فيه مقدمات للحياة ما فيه الشعب هلك هدني ما شملتنا أش السر بالليل 75 قازيفي اللي ضربنا فيها النظام الليلي هاي اللي مرقت علينا ما حسننا ننام الليل أكل شرب ما فيه شي ما فيه وين العالم بدتتروح الناس وين بدتروح تسهل وينجيب الطبخة اشتركوا في القناة